بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي الطلبة مرحبا بكم على موقع دروسكم مع الأستاذ وسيم حلاسة النقطة الموالية القوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية ماذا أقصد بالحالة الحركية لجملة ميكانيكية إذن هل الجملة الميكانيكية في حالة حركة أم في حالة سكون لاحظ معي جيدا الوثيقة رقم 2 هذه الوثيقة تمثل صندوق يتحرك على سطح أملس بسرعة ثابتة أي حركة هو منتظمة وهذه هي جهة الحركة أقصد بتي هنا السطح والأرض إذن أمثل القوى لدينا الثقل وهو تأثير شاقولي عفوا وهو تأثير الأرض على هذا الجسم لدينا أيضا قوة أخرى وهي تأثير السطح على هذا الجسم لو لم تكن هذه القوة لنزل هذا الجسم إلى الأسفل إذن السطح أيضا يؤثر بقوة مساوية لقيمة هذا الثقل لكن تعاكسها في الاتجاه وأرمز لها بالرمز F T على S إذن هو قوة تأثير السطح على هذا الجملة لدينا هذه الجملة في حالة حركة مع العلم أن هذا السطح لاحظ معي جيدا سطح أملس إذن هي تتحرك بسرعة ثابتة لاحظ معي جيدا عزيزي الطالب لو أقوم بتطبيق قوة أخرى على هذا الجسم فرضا أن هذه القوة لها نفس جهة الحركة إذن ماذا سيحدث في رأيك عزيزي الطالب إذن مثلا F لأ على أس أقوم بشد هذا الجملة في نفس جهة الحركة إذن ماذا سيحدث ملاحظة بديهية ألاحظ أن سرعة هذا الجسم سوف تتزايد إذن تتزايد سرعة هذا الجسم إذن إذا أرد تمثيل مخطط تغير السرعة بدلالته الزمن في رأيك كيف سوف يكون شكلها إذا كانت اللحظة صفرة هي لحظة تطبيق هذه القوة إذن أجد أن السرعة سوف تتزايد بهذا الشكل إذن هو خط مستقيم متزايد أما إذا طبقت قوة أخرى هذه القوة هذه المرة تكون معاكسة لجهة حركة هذا الجسم إذن هذا الجسم في هذا الاتجاه وأطبق قوة أخرى بهذا الاتجاه ماذا سيحدث عزيزي طالب إذن نعم بنفس الطريقة لكن هذه المرة سوف تتناقص وكأنه ماذا أنا أقوم بإعاقة حركة هذا الجسم إذن سوف تتناقص سرعته إذن يكون مخطط تغير السرعة بدلالة الزمن إذا كانت اللحظة صفر هي لحظة تطبيق هذه القوة الجديدة ألاحظ أن المخطط سوف يكون متناقص خط مستقيم بهذا الشكل إذن الحالة الأولى نفس جهة الحركة معاكسة لجهة الحركة إذن ألخص هذا المفهوم فنقول إذا كانت القوة المطبقة في نفس جهة الحركة إذن هذه جهة الحركة وهذه القوة المطبقة فإن سرعة هذه الجملة سوف تتزايد أما إذا كانت القوة المطبقة فرضا وصفر أنها في هذا الاتجاه أي عكس جهة الحركة فإن السرعة تتناقص إذن سرعة متزايدة ويكون هذا هو سرعة متناقصة وهذا هو المخطط الذي يمثل تغيرات السرعة